أستاذ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي كانت طبعا أو اللي زي ما حضراتكم عارفين بتقام في ضيافة النادي الأهلي بيعقد اجتماعا مهما مساء اليوم مع رؤساء اللجن المعاونة للتجهيز لترتيبات المباراة النهائية وختام منافسات البطولة وتناقش اللجنة تصور اليوم الأخير لهذه البطولة في إطار الجهود اللي بيبدلها الجميع من أجل ختام مشرف لبطولة أفريقية لكأس الكؤوس اللجنة كرمت أمس 14 لاعب من نجوم النادي الأهلي القدامى وذلك على هامش مباراة رجال طائرة الأهلي مع الشرطة الرواند يضن منافسات ربع نهائي البطولة وكرم النادي الأهلي كل من كابتن أيمن غزلان، كابتن سامح حمدي، كابتن محمد الشكشاكي، كابتن ممدوح عبد الرحمن، كابتن حمدي الصافي، كابتن حسام عشور، كابتن محمود رؤوف، وكابتن عبداللطيف عثمان، وكابتن محمد الحسيني، وكابتن محمد السيد، وكابتن محمد معوض، وكابتن تامر مجدي، وكابتن محمد كامل رزق، وكابتن واقل سعيد الاستلام من الجايزة بن نيابة عنه كابتن حمدي الصوفي